على وقع أنباء زحف متحور جنوب إفريقيا المستجد تهتز أسواق الأسهم العالمية. سارعت منظمة الصحة العالمية إلى إطلاق تحذير من الدرجة الثالثة بشأن سلالة جديدة وصفتها الهيئة الأممية بالخطيرة وبائياً. أنباء تلقفها ثاني أكبر اقتصاديات العالم سريعاً حينما لجأت السلطات الصينية لإلغاء ثلث الرحلات الجوية من وإلى مطار شانغاي أكبر المنشآت الجوية من حيث الحركية الجوية في العالم. على النحو ذاته أعلنت المغرب غلق حدودها الجوية مع فرنسا، الوجهات الرئيسية لرحلات المملكة. مؤشر أولي عن دخول العالم تحت وطأة شبح العودة لسياسات الإغلاق العام، مع تجديد سبع دول أوروبية القيود على النشاط التجاري والخدماتي في خطوات متزامنة مع تلك المتخذة من طرف السلطات البريطانية، التي سارعت لإعلان غلق حدودها أمام الوافدين من ستة دول إفريقية محاذية لجنوب إفريقيا. إغلاق جزئي كانت تداعيته فورية على أسواق السلع الأولية، بتراجع قياسي لأسعار النفط التي فقدت خمسة دولارات خلال التداولات الصباحيات المبكرة، لتسجل أكبر خسارة يومية منذ نحو شهرين. انخفاض في الأسعار عصف أيضاً بكبرى البورصات التي اكتست اللون الأحمر، بانخفاض شامل للأسهم الأوروبية، مسجلة أسوأ جلسة لها منذ أكثر من عام. تراجع ملفت سبقته الأسواق الأسيوية التي أغلقت تداولاتها الجمعة على انخفاض يعد الأعمق في شهر بتسجيل مؤشر نيكاي الياباني الرئيسي لأدنى مستوى له منذ نحو خمسة أشهر.